لانه في الحقيقة انا عايزة من نفس الوقت ومن الساحل الشمالي ايضا عايزة انعي لكم حقيقة سيدة وصفت بانها ملكة البهجة دكتور رحمد زويل قال عليها كان برفقة الشاعر فاروق جويدة ودخلوا مطعمها المطعم اللي بتديره مطعم السمك اللي كانت بتديره بالقرب من مرينة وقال لا انت بتستحقي جايزة نوبل في طهيك للسمك دكتور مامدوح حمزة قال عليها لو عينوني رئيس للغزرة لاخترتك وزيرة للبهجة دكتور اسامة الغزالي حرب قال انها ضحكت مصر في زمانها الجميل الفنان فريد شاو ايه قال عليها بتفكريني بالاكل بتاع امي يا حياتي قنعي لكم زينة بعوط سالم اللي هي زيز السالم ايه توفيت في نفس اليوم اللي توفي فيه صديقي الرسام مصطفى حسين الحقيقة مصطفى حسين اخر مرة انا شفته كان في الاحتفال بتاع قصر القبة بتنصيب الرئيس السيسي كان مبتسم كالعادة وكان متفائل كالعادة وكان الحقيقة وصانع من صناع البهجة لكن مصطفى حسين طبعا اخذ الكثير من الاهتمام وهو يستحق اكثر من ذلك ولكن حقيقة يا زيز السالم لم تأخذ اكتر من الاهتمام على دوائر على دوائر التواصل الاجتماعي دي صورها هنا دائما تشايفين في احد الاحتفالات في اه صد محمود عبدالعزيز صد فؤاد معوض او فرفور وازي بلتنا الاعلامية وزوجها دي زيز السالم في وقت من الاوقات يقول ايضا مجموعة من الفنانين وكتاب المسرح وده كان في عيد ميلاد احمد ذاكي وده كان في فندق السلام لك في الاسكندرية الست دي عملت راقصة وفنانة ومثلت بعض الادوار في السينما وطلقت مجد من الاعجاب الى حد ان احد ازواجها اضاء كورنيش اسكندرية من راس التين الى المنتزى وجرت زفتها عبر زوارق بحرية من المنتزى الى فندق فلسطين اخذت مجد ليس له بعده مجد في وقت من الاوقات كانت عندها مطعم من مطاعم السمك الشهير ولكن كمان كانت بتحاول تحيي البهجة حوالين الناس كان عندها فرقة مصرحة فرقة طرب وكانت بتغني الاغاني الشعبية الجذابة جزء من التراص اللطيف في المصر اللطيف في وقت من الاوقات في يوم الليالي كان يوم خميس كان سهران السيد الدكتور زكريا عزمي وايضا المرحوم كمان الشازلي واطراف اخرين من عائلاتهم فراحت له زيزي سالم واستأذنته انها تغني الاغاني الشعبية اللي الشعق اللي الناس بيحاول بيطلبوها وبيستمتعوا بيا لانها فيها خف الزل وفيها يعني كلمات صحيح انها محية لكنها بالدرجة الاولى بتسير البهجة وبتدحك الناس فوافق ذكريا عزمي في اليوم التالي فوجة زيزي مصطفى بانه عمل لها قضية من القضايا اللي بتمس المكان انتثابت المكان كله وانتقلت الى مكان مشابه في مارينة وكانت باستمرار بفرقتها اللي فيها اكتر من ستين سبعين واحد وقراءه مع عائلات كتيرة وبتقدم الفن الشعبي الاصيل وكل نجوم مصر من سيدات المجتمع وايضا من الفنانين والفنانات والمشاهير كلهم كانوا بيعودوا عندها وزي ما اردت لكم بعض الشخصيات قالوا عليها ايه لما كانوا موجودين في صهرة من صهرتها او في مكان من اماكنها في اخر سنتين اصيبت بالمرض اللي عين ولكنها ايضا لم تفقد شعورها بالبهجة وظلت تمتع الناس حتى ساعات قليلة جدا من رحلة قبل رحلة بساعات ما قدرتش تكمل الوسطة اللي بتقدمها وانسحبت بعد ساعة ورحت ايلى للناس خفز اللها الطبيعية يبدو انها خلع نقلت الى مستشفى في مستشفى من مستشفىات 6 اكتوبر وكانت الحقيقة بتاخد جرع هائلة من العلاج الكيماوي وتذهب لتومتع الناس الحقيقة كان ممكن تتخيله حجم الالم الشديد اللي النسان وحجم الدخة حجم القيء اللي النسان بيتعرض له لا قدر الله من هذا العلاج الصار مش صعب يمكن محدش قدر يعيش سنة مع هذا العلاج زي ما انا عشت مع صديقي الفنان احمد زاكي شفت كل الاعراض العلاج الكيماوي كانت تحقيقة هذه السيدة سيدة البهجة ملكة البهجة او صاحبة السعادة في الحقيقة رغم القلم الشديد ده كانت بتدخل ساعة 12 لغاية الفجر وتمتع رواد الساحل الشمال الاهم يمكن حاجة تانية بعد ما اعتزلت وتحجبت لايت نفسها زي معظم الفنانين يا مولايا كما خلقتني هنا في مشروع اخر للشخصية مش هتصدقوا لو قلتلكم انها جابت خمسة كيلو بولتي وشاوتهم في منطقة بحري بالاسكندرية وبعد عدة ايام وبعد عدة شهور وفي نفس المكان فتحت اول مطعم بيحمل الاسم اللي اشتهرت به اشتهر به اشتهر به مطاعمها لما فتحت مطعم اخر في القاهرة ومطعم ثالث في شرم الشيخ ورابع في الساحل الشمالي لو شفتوا الناس بتحب الستي دي ازاي لو شفتوا بتعاملوا معها ازاي لو شفتوا هي بتحب الناس ازاي لو شفتوا هي حريصة على ابهاج الناس ازاي امتاع الناس اسعاد الناس ازاي هتدركوا ان فيه سحر حقيقي للفنان فيه سحر ربنا بتدهوله اللي بسميه القبول لما تكلم واحد من نجوم السينما يقولك انا معرفش ليه الناس بتحبني او واحد يقولك اصله ربنا صرف لحب الناس الحقيقة ربنا صرف لزيزي سالم دفعة كبيرة جدا من حب الناس فجانت شبكات التواصل الاجتماعي بكتها تماما وحزنت عليها تماما خيام مصطفى حسين رحله في يوم واحد وكل واحد ادى ما عليه من البهجة كما قدر له